اشتركوا في القناة الجيوب الانفية اللي نقص بيها مرضى الجيوب الانفية المزمنة يعني تم تشخيصهم فعليا ان هم مرضى الجيوب الانفية اللي شاكك او احنا هنتكلم في بعض الاعراض وحس الشخص بهذا الكلام يروح على طول على الدكتور يكشف وما يستناش اول حاجة بالنسبة للجيوب الانفية هتكلم فيه عن التهبات الجيوب الانفية المزمنة فيه شخص تشوفه النهاردة كويس تاني يوم وش وارم يعني حمرة طيب فيه وجه عنده في سنانه في الفك العلوي فيه وجه تاني عنده غير التورم وغير ده فيه طبعا مخاط شديد جدا وعمال يعتص وعمال يقح فيه التهاب في الحل مش قادر يبلع وحاسس انه ارفان من نفسه ده مريض التهاب الجيوب الانفية دائما وابدا احنا مش هنقول ده مش كل الناس كده فيه بعض يعني فيه بعض الناس لو انت مشي في جنبيه وما تعرف انه مريض جيوب انفية من الرائحة الكريهة للنفس مش كل الناس كده ولكن ده عرض موجود طيب ايه الفكرة في الموضوع طيب نعالج الموضوع ده زي مش هنتكلم على العلاج ولا نتكلم على التعامل التعامل حاجة والعلاج حاجة هو كده كده لو حضرتك متابع مع الطبيب بتاعك بتروح تاخد العلاج الكورس العلاج بالكامل وتتصرف بقى وتتعامل والحاجات دي كلها ولكن انت جالك جيوب انفية الدكتور مش متاح خايف تروح علشان الاختلاط في عصر الكورونا هتعمل ايه حضرتك اول حاجة تعملها هتبتدي تبعد عن اي وسط في هواجاف يعني التكييف في الصيف طب في الشتاء الدفاية الدفاية بتنشف الهوى وانت عايز هوى رطب عشان ترطب الجيوب الانفية يبقى الدفاية في الشتاء ممنوعة والتكييف في الصيف ممنوع طيب عندك ايه كمان الناس قولنا اللي عندها برد الناس المدخنين تبعد تجري تاخد لك في سنانك ما تقفش في مكان في تلوث او في ناس بتدخن اي نوع من انواع التدخين لا لانه هيعمل ريتيشن وتهيك في الاغشية المخاطية وهتبتدي تتعب وتعتص وتتعب وتعب هنا تلاقي فجأة عينك حمراء فيها دموع دايما مرضى الجيوب الانفية كأنه فيه دموع في عينهم يا الحقيقة مش دموع ولكن الفراشة اللي هي جيوب الانفية طبعا هنا موجودة في الجبهة وموجودة هنا الحقيقة كل ما حصل التهاب كل ما اثر على العين طب هنقول المضاعفات قبل منتكلم على الوقاية هيحصل ضعف في الابصار ويحصل التهابات في الجهاز التنفس العلوي لو تم اهمال الجيوب الانفية طب ليها اسباب طبعا ليها اسباب ليها اسباب زي حجاج الحجز الانفي التهابات المتكررة من البرد والانفلوانزة التعرض للملوثات زي المناطق الصناعية اللي فيها صناعة والحد مثلا هي موجودة في بيت او هو موجود في بيت وبابا مثلا بيدخن او اي حد بيدخن او هو شخصيا بيدخن الحقيقة هو دمر كل الجيوب الانفية طب اول حاجة نتعامل بسرعة في ايه في الموضوع ده اول حاجة خالص هتعمل شوية اني اتضيع الاعراض دي شوية بس مش كتير لحد ما نروح للطبيب ايه الفكرة بجيب زيت النعناع وبحط نقطة على الميا وهي بتغلي واجيب الغلي ده وحطه كده قصادي بالظبط واجيب فوطة اغطي راسي وابقى مني نفسي للبخاري اللي طالع مليان طبعا زيت نعناع نقطة واحدة لانه قوي جدا 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 وعلشان برضو ايه ما تنفرش من هذا الفعل فيما بعد تاني حاجة لانه ده انا برطب جيوب الانفية تاني حاجة بس تعمل اللمون او فيتامين سي اه معانا طبعا في فيتامين سي موجود ايه موجود البرتقان كمان الحاجات دي كلها بتزود المناع لانه لو حد ما نعطه قليلة بيصاب فعليا بالجيوب الانفية بدون اي سبب طبعا احنا هنبصت كده على السور زي ما احنا شايفين احنا قلنا الاعراض اهي زي ما حضرتكو شايفين على الشاشة طبعا احمرار في العين زي ما حضرتكو شايفين بالضبط عين وحمراء عاملة زي الدم لنتيجة الالتهاب فيه طبعا عندنا فيه مخاط وفيه طبعا زي ما حضرتكو شايفين بالضبط العلامات طبعا بيصاحب ده كمان ارتفاع درجة الحرارة طيب عندنا ايه تاني ازاي يعني احنا زي ما احنا شايفين كده الاعراض خلاص هنقول بقى نعالج بقى ازاي بسرعة او نقل ازاي او نتعامل ازاي في الشتاء في الفترة دي مع عدم التعرض للناس هنا زي ما حضراتكم شايفين السور موضحة جدا 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 يعني ده يأكد الكلام اللي انا قلته طيب هنتعامل بايه تاني خلي التفاح بنحط نقطة منه على كوباية دافية عليها معلقة عسل ونقطتين لمون ونقطة خلي التفاح بيساعد على تفتيح الجيوب الانفية البصل والتوم لو حضرتك كالت بصلة حتة بصلة بس او حضرتك مع الفطار الصبح بيفتح الكلام ده ويسهل خروج المخاط اللي هو بيبقى دايما متعب الشخص مش عارف يطلع المخاط نتيجة الالتهاب لانه الاماكن اللي انا قلت اللي هي موجودة اللي حضراتكم شايفينها دي دي بتتسد وبيجي فيها التهابات طيب ما الحاجة دي عايزة تطلع ربنا عمل الحاجة دي عشان البلغم يطلع وعشان مخاط يطلع ثانية واحدة يا جماعة ما عليش معنا اتصال اهلا وسهلا اهلا يا اسازة اسماء اسازة باسماء من الشرقية عفوا اتفضلي ازيك يا اسازة نور اهلا بيك اتفضلي اهلا بيك لو سمحتي انا عندي الدوب الانفية لما بشم دخانة او اي حاجة بتبتعب منها طيب هو اول حاجة ويجي لك صدع وانت بتوطي كأن راسك بتنزل معاك من كتر الصدع والتقل هنا في المنطقة دي كل ما توطي تتعبي اصلا دي من العلامات الاكيدة برضو يا جماعة طيب هجاوب حضرتك يا فندم حالا دي من العلامات الاكيدة ان الشخص عنده التهابات الجيوب الانفية طيب تاني حاجة بنتكلم عليها النعناع تكلمنا على ذات النعناع طب بنتكلم على اوراق النعناع الخضرة لما بتغلش شوية شوية الاوراق دول وتيجي تشرب الكباية قبل ما تشرب شم البخار اللي طالع لان فيه زيوت طيارة هتختارك هذا هذه يعني فتحات او التجوي في الانف وهتساعد انك تبقى ريليف ده او تخف شوية او الدنيا هتبقى بسيطة لحد ما الفترات دي تعجي على خير وحنا قلنا لو تسابت بتأثر على الابصار على قدرتك على الرؤية فيما بعد ولو قدر الله ممكن تأدي للعمى فاحنا بناخد بالنا يا جماعة وما نهملش الموضوع ده مهم جدا بنتكلم في حياتك ده الجهاز التنفس العلوي كل ده العلوي النفس انت لو في حاجة غلط فيه اصدرت على السفلي اصدرت على الجسم كله تمام ده كان اول حاجة معايا في البرنامج فقرة حيثنا في معلومة ندخل على الفقرة التانية بقى والفقرة التانية دي من خلال اسئلة ايه يا الفكرة اصلا عنوان الفقرة ايه اسأل مع دكتور نورة وهتكلم النهاردة عن مؤسفات اختيار الزوج المناسب للفتاة طيب من خلال اسئلة انا الاسئلة دي تعرضت علي من عشرات المشاكل اللي بيجيلي يوميا وعشان يعني ايه نقدر نفيد الناس فيه انا هجاوب من خلال اسئلة بمعنى اول حاجة خالص مثلا اعرف الراجل اللي متقدم ده بخيل ولا كريم طيب ده سؤال صح طيب فيه حد بيعرف حد من الاول احنا لسه فيه حاجات تانية هنتكلم فيها بس هجاوب من خلال اسئلة اه ممكن تعرف الشخص كريم ولا بخيل يعني ازاي يعني هنعرف ازاي اول حاجة هم حاجتين اول حاجة بجمع معلومات من المعلومات اللي بجمع عن الشخص من الناس المحيطين بيه في مكان عمله وفي مكان بيته وفي العيشة اللي هو فيها في عنوان سكنه تاني حاجة لو حضرتك فعلا مش عارفة واحترتي بقى والدنيا والدنيا صعبة جدا بتخرجي حد معا من اخواتك الشباب ويقعد معا كده يروح معا رحلة يعني يخرج يتعشى معا يشوف ايه الاوضاع بالضبط كعين ليك انا مش بقولني الجسس على العريز معانا مداخلة اهلا وسهلا السلام عليكم سيدة المرة اهلا بحضرتك وسيد محمد مسكندرية اهلا بيك تفضل حضرتك انا عندي الجوب لان فيها تتعدني جامد وتلتهب تمام وبتأثر على اللوز ايوة ده صحيح بتأثر على الحلق ككل وعندك التعبات بيبتبقى في الحلق اه في علاج لا حضرتك غير اللي انت قلت عليه اه احنا بنتكلم على جزء وقائي بتتعامل دلوقتي عشان تخفف شوية الاعراض عشان تروح لطبيب اه انا مش بتكلم على علاجي انا بندي ادوية انا متكلمش بدا دلوقتي انا بتكلم على نصايح عامة لان كل مريض وليه علاج يناسبه حضرتك انا مقدرش اقول حاجة ثابتة لأي حد بس الفكرة اللي احنا بنعمله او اللي احنا قلنا عليه ده ينفع للناس كلها لحد ما يروحوا للطبيب مش منقولش دوة فالناس تمشي عليه مش ده خالص اللي احنا بنتكلم فيه في الحلقة بنتكلم على حاجات وقائية للتعامل مع الازمة الحالية مشكلة التهاب الجيوب الانفية في الشتاء ده ان الناس دي بتعاني من الجيوب الانفية بشكل فضيع وممكن نزيف وممكن بيخرج بدري في الهواء بس الحمد لله دلوقتي فيه ماسكات بنلبسها الحمد لله يعني لحد ما ربنا يشيل عننا الوباء ده الفكرة كلها الماسك نفسه بيرطب لك هذا في جزء ما بيبقاش هوا جاف وبارد زي زي اللي بيخرج الناس اللي بتسافر بدري الصبح على اشغالها الماسك بيحمي ده دلوقتي ما بقوش يعني ويتعبوا زي الاول زي ما كانوا من غير ماسكات قبل الوباء شكرا لحضرتك طيب تاني حاجة لو اخوك يخرج معاه خلاص بيعرف بقى اذا كان بخيل او لا مش تجسس على العريس ولكن نفهم الدنيا فيها ايه ده حاجة من الحاجات فهو بيحطك موقف فيه دفع ويشوف هيدفع ولا التاني اللي هيدفع والحاجات دي كل ده بيبان يا جماعة الناس اللي في طبعها الاصيل البخل ما تقدرش تخبيه ما فيش بصه اه انت عايز بقى تدور عشان تعرف تدور عشان تعرف طيب السؤال التاني الراجل ده اعرف ازاي اذا كان الشخص ده سوي او شخص شاز سوري بقى شاز هنا في اي حاجة شاز جنسيا شاز اخلاقيا طيب احنا عايزين نتفق على حاجة فيه احنا كل واحد داخل فينا او احنا جوانا تلات شخصيات فيه شخصية اللي الناس كلها بتعرفها شخصية الناس بتمثل تسعين في المية الناس كلها بتشوفك ايه ايجابيات كلك يعني جميل وخدوم وتسعين في المية الشخصية التانية المقربين اللي بيشوفوها خمسين في المية بيشوفك كلك سلبيات خمسين في المية بيشوفك ايجابيات طيب بالنسبة للشخصية التالتة الشخصية التالتة بتمثل عشرة في المية ايه العشرة في المية دي علاقة الشخص بربنا علاقة الشخص الوحده في مكان منعزل وهو الوحده بيعمل ايه بيتفرج على افلام مظبوطة بيشتغل على حاله بيدرس يمتمسك بالقيم هل بيكلم او بيعمل علاقات غير سوية هل الى اخره من هذا الكلام فاحنا داخل فينا او احنا داخلنا تلات شخصيات مختلفة عفوا استاذة ايمان معنا اتصال اهلا وسهلا اتفضلي السلام عليكم السلام ورحمة الله اهلا بيك اتفضل اه لو سمعت عندي اه مناخير تنزف دم ايه السبب اه ده حضرتك اه بتروح للدكتور اللي حضرتك متابعة معا ويعملك اشعة مقطعية ويعملك بعض الفحوصات كده عشان يحدد ايه سبب بالزبط لان النزيف الانف في احتمال يبقى الضغط عالي احتمال يبقى فيه الشعارات الدموية ضعيفة فبتنزف من قل مجهود احتمال جيوب الانفية فيها مشكلة احتمالات كبيرة جدا وكتيرة جدا فلازم تتشخصي يا فندم الاول صح تمام هنتكلم بعد كده في السؤال الثاني طيب احنا دلوقتي الراجل ده شاز او انت انت هتعرفي ازاي لو انت متابعة الميديا دلوقتي السوشيال ميديا تقدري تحددي الراجل ده او الست دي مظبوطة ولا لا بتعمليلي فولو بتعملي فولو كل حاجة تشوفي مع جروبس كده مش مظبوطة بتعرفي يعني حاجة تقولك ايه خلي بالك شغالي كرون الاستشعار عشان في حاجة غلط هتحصل فانت عشان تعرفي حاجة اخلاقية او لا انت كمان فيه تاني حاجة طب احنا كده بنتكلم على اللي هو السوشيال ميديا او اللي هو زي الفيسبوك والحاجات دي كلها تقدري تتبعي هذا الشخص وتمشي وراه طيب تاني حاجة بنعمل ايه بنسأل عليه السؤال طب اصحابه مين لان 80% لو الشخص بصر لو فيه شخص مش مظبوط نبحث عن الاصدقاء ليه الصاحب الصاحب صاحب 80% هيبقى زي اصحابه بس ممكن 20% ما بقى زي اوام بس غالبا الصاحب صاحب وكل اينان ينضح بما فيه الاعداء دي كلها والصحبية وبيخرجوا بيروحوا وييجوا اذا لأ نقلق ونسأل صاحب مين طيب احنا ما بنسأل عليه اصلا بنسأل علي بنسأل على البيئة اللي تربى فيها بنسأل على المدارس اللي دخلها بنسأل على الاصحابه زي ما انا لسه موضحة وكل حاجة من ده احنا بنوصل لحاجة طب في سؤال تاني انا دلوقتي لو لو احنا اتكلمنا لو احنا رجعنا تاني لتلات شخصيات اللي جوا كل واحد فينا طيب بتبني امتى الشخصية التالتة اللي هي علاقة الشخص بربنا او بالمبادئ او بالاخلاق في وقت الازمات والمشاكل في وقت الخناقات في وقت المرض يعني لو حضرتك مثلا وحضرتك كنت تعبنين والشخص الاخر عارف وما سألش عليك لأ تاخد بلك بقى انه هو الشخصية التالتة الجزء ده بقى نقلق كده ونقول ايه في حاجة غلط الشخص ده عارف ان انت تعبن ومسألش عليك او البنت دي عارف او الى اخره من الامثلة اذا الشخصية التالتة المدارية اللي هي التالتة دي اللي علاقة العبد بربنا سواء بقى متدين او غير متدين انسان مظبوط او مش مظبوط دي حاجة بينه من ربنا الجزء اللي مش عايز حد يطالع عليه اللي بينه وبين نفسه يبقى كده احنا نقلق ناخد بالنا لان المفروض يبقى الشخصية الاولى او التانية اللي هي للناس المقربين يبقى ايجابياته وسلبياته او الشخصية اللي هي ظهرة للناس كلها طيب عندنا ايه تاني طيب عندنا كمان انا بسأل على الام والاب بتاع الشاب ده اللي بتقدم او الرجل الام والاب من الحاجات الاساسية جدا اللي بتخليكي توفق او ترفضي هذا الشخص بتخليكي توفق او ترفضي طيب في معايير عامة ايه يعني احنا بنسأل من خلال الاسئلة جات لي يعني الاسئلة دي جات لي اصلا وفا احنا معلش قلت اصيغ منها الحلقة ونطلع منها يعني بمعلومات تفيد الاخرين في حاجة كمان عايز اقول لكم التوافق دايما الاسري يعني ايه من الحاجات اللي بتنجح العلاقة او بتكشلها يعني ايه كلامك حضريتك مثلا متدينة بتقدم لك حد فانكي يعني اوكي هي الحياة بسيطة اللي هو كده يعني فانت متدينة طيب والشخص الاخر مش متدين او انت مش متدينة والشخص الاخر متدين هيحصل كلاشز مع الوقت طيب خلاص كده يبقى التوافق الديني والسياسي كمان بعد طبعا الكم سنة الاخيرة عشر اتناشر سنة الاخيرة بقى التوافق السياسي اساسي يعني الشخص اللي انت مقت ايه انت مش طبع الانت مقت ما تتجاوزوش عشان بتحصل طلاقات فعلا اقتم بالله بسبب هذه المشاكل المشاكل اللي انت شافه مش جوهرية هو مثلا تبقى حزب معين او تبقى وانت مش عارف العكس انتهى ممكن في المباريات ممكن لو انت مثلا اهلوية وهو زمال كاوي او العكس ماشي بتعمل كده نوع من انواع ايه الاسبايسي في العلاقة لما ده يخسر فالتاني يقعد يقولي التاني ايه يعني بتبقى فيها كده حاجة لذيذة غير الانتماءات السياسية والدينية ملناش دعوة بيها لو انتو مش زي بعض في الحتة دي بلاش عشان تحصل المشاكل هتحصل تاني حاجة قبل التوافق احنا قلنا التوافق تاني حاجة الشخص ده طموح ولا لأ يعني هيتسئل ايه هيتسئل انت شايف نفسك يا ابني بعد ثلاث سنين مثلا من دلوقتي هتقولي هو جاي يحضر مقابلة شخصية ايوة لان المقابلة دي بيحدد الشخص ده طموح ولا شخص بايت في الخط طب انت من كم سنة متعين عملتي ايه طيب خلينا نتفق برضو المرتب السابت اللي بنشتغل عليه يعني مرتبك سابت كام بنتكلم على السابت طب فيه اي دخل اخر فبيقولك اه او لا طيب اه لو اه يبقى الشخص ده طموح طب لا يبقى ما حلتوش اللي مرتبه شخص غير طموح بصوا كده الدنيا هتبقى صعبة يعني لو البنت طموحة والولد مش طموح في مشاكل في اختلاف سرعات رهيب هي عملة تجري فاحنا فاحنا يعني عفوا يا جماعة معلش سوري الفكرة كلها ان احنا بنركز قوي على الموضوع فيه توافق اسري الاول لأسرتين زي بعض حتى في طريقة التفكير مش هل نتكلم على التوافق المادي لانه غالبا لازم يبقوا زي بعض تمام بس ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة في التوافق المادي طالما البنت طموحة او الولد نفسه مثلا مش غاني بس طموح وعايز يوصل خلاص هيلحق هيبقى فيه ما فيش مشكلة طب نفرد نفرد انه في اختلافات رهيبة بين الشخطيتين واحد بيحب الخروج والفسح واحد بيطوتي او هي البنت ما بتحبش تخرج وهو يعني ما بيخليش يوم ولا ثانيا لما يخرج يتفسح وهكذا الاختلافات دي مع الوقت هتبقى مالة للسنين يقول لها ايه او هي تقول له فيه ايه يا عم فيه ايه ما تخرج تعال نخرج تعال نروح تعال يقول لها لا هو انت لسه متجاوزاني النهاردة انت مش عارفة ان انا من مليون سنة ما بخرجش بقعد على نفس الكنبة في نفس المكان كل يوم لمدة سبعين سنة وما حدش يقول لي فيه ايه مالك وانت لسه جاية تعرفيني النهاردة فالاختلافات مع الوقت ما حدش يتخيل انه ممكن يغير حد يا جماعة حدش بيتغير الى اللي حابد يتغير من نفسه ما فيش حد بيتعد على تغيير الاخر ابدا الا لو التاني حابب طب مش حابب هو كده تمام زي الفل بقاش قاعد على الكنبة زي زي الكنبة تمام اوي حضرتك متحركة وهو ثابت انسي لازم تبقى انتو دي انسى وابت يا اما متحركين تقول لي اتنين كل واحد يلا هنخرج بالنهاردة نروح كذا يلا فالمجنونة عايزة واحد مجنون زيها عشان الحياة تبقى كده جميلة الهادي عايز واحدة هادية زيه ما تقولش طب اصل الهدوء وان شاء الله مع الوقت لا فهيبقى فيه ملل في العلاقة اللي ياخد ادخل الملل وما فيش افكار لازم اتنين يبقوا زي بعض هتقول لي طب انا يعني من حب النفسي قوي هجيب حد زيه لا احنا بنتكلم في اساسيات في سلوك انت بتعمله عايز حد نفس السلوك بتاعك لو اختلف معاك هيجيب لك احباط والاحباط الناتج عن الزواج بيجيب ملل ويجيب طلاق مع الوقت او لو عايشين عايشين بقى يعيشة والسلام وكده فاتلا تمام فاحنا لسه بنتكلم في الموضوع بتاع اختيار شريك الحياة يبقى شخص طموح شخص عنده مرتب ثابت مش هنقول عربية مش هنتكلم في الامور دي بس على الاقل عنده مكان تعيشي فيه طب يا ست الكل انت واحدة قاعدة في المدينة وهو مثلا ريفي او العكس انت ريفية وهو في المدينة لو شفت السكن حتى لو جميل لو رائع طب انت الناس اللي حواليه السكن هتعرفت هتعايش معهم لو انت جاي من المدينة وانت راحة مكان ريفي هتعرفي لو مش هتعرفي يبقى السكن لا يليق بيكي مش هينفع ما تتجاوزيش هذا الشخص تمام يشوف لك شقة زي ما مستواكي عشان تقدري تتعايشي ما يبقاش عيشة والسلام وكل واحد فحاله وما فيش الكلام ده يا جدعان الناس عاملة العلاقات اللي ربنا عاملها عشان الناس تتوائم وتتعارف وتتلاقة باشي فانت لو فجران مش مش زيك هيبقى صعب تعيشي أصلا مين دول يعني شقة مثلا 200 متر 500 متر يا ستي بس في مكان مش هينسبك مش ماشي معاكي في عاداتك وتقاليدك مش ماشي معاكي في حياتك إذن انت في مشكلة يعني مش هنقول مشكلة ما مشكلة عويصة لأنك ده هينعكس على الأولاد فيما بعد لو انت كويسة وطلع من بيئة محترمة وهكذا ورحت البيئة التانية دي وقلت خلاص ده شخص كويس وهنعيش معاه في المكان اللي هو يقول عليه الأولاد هتطلع ازاي هيتعلموا السلوك اللي مش كويس من اللي حواليهم انت ما تبصيش لنفسك تبصي للي حواليك خلاص كده وكمان حاجة ما تقوليش مثلا هنعيش بمرتبه وعيش العصفورة يقضينا ويعني وبيأكلني جبنة وزيتون والحاجات بتاعت ايه فيروز والحاجات دي هتلاقي الزيتون غلي وهتلاقي الجبنة يعني لا ناخد حاجة طح يعني الشخص معامل رتب وكده انت لو هتساعد معاه هيبقى حاجة من عندك لان القوامة للرجل في الصرف طيب انت نفسك اوكي انا هساهم معاك لاني جزء يعني ومحترمة اوكي هساهم معاك بجزء وتحددي الجزء الكلام ده المفروض في الكتوبة يبقى الشخص طموح محترم عنده مكان طيب اخلاقه ما احنا قلنا هنسأل بقى هنسأل المدارس كتفين واصحابه مين والناس دي ونسأل بالضبط قوي ومامته وبابا اخبارهم ايه والناس دي ايه عبارة عن ايه خلاص كده نخش بقى تاني بعد كده التوافق بين الأسرة وكمان التفكير طيب لو ما فيش ماتشنج لو لو ما تكلمناش او لو بالنسبة للماتشنج او التوافق في الفكر التوافق في الفكر بيعمل تفاهم التفاهم بيعمل بعد كده لو هتشيلي مرة يعني وصود ووشي المرة الحياة رايحة جاية كده وجميلة تمام ما فيش توافق في الفكر انتهى ونقطة ومن اول استطر ربنا يرزقك بالاحسد احنا بنتكلم يعني على حاجة عامة وطبعا نتكلم بالتفاصيل ومستنية طبعا تعليقاتكم على الرقم الموبايل اللي على الشاشة تصلوا بيا في اي وقت تمام لحد الحلقة الجاية نتيج ان شاء الله الثبت الجاي في نفس المعاد اتنشر ونص برنامج صباح الحياة شرفتوني وانستوني الى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة